اهلا بكم من الطبيعي ان نبدأ هذه الحلقة من قضية استشهاد الشاب عرفات جرادات بسبب التعذيب في اقبية التحقيق الامر الذي يطرح سؤالا ملحا حول مصير المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون للتحقيق وكذلك المضربين عن الطعام والمرضى بل والمعتقلين الفلسطينيين كافة استشهاد جرادات يقرأ جدار الخزان من جديد وعضاء المؤسسات الحقوقية الدولية امام مسئولية قانونية وانسانية واخلاقية لسيما بعد الاعتراب بفلسطين من قبل الجمعية العامة فان الاتفاقات والمعاهدات المتعلقة باسرى الحرب من المفروض ان تطبق على المعتقلين الفلسطينيين والى جانب هذه القضية هناك ملفات اخرى سنعرضها في حلقة اليوم كالمصالحة التي يبدو انها باتت صعبة المنال كما سنتوقف تحليلا واستنتاجا عند سؤال هل الفلسطينيون في طريقهم الى انتفاضة ثالثة ام ان الظروف غير مهيئة بعد البداية مع العنوين الشاب عرفات جرادات يلتحق بكوكبة شهداء التعذيب في اقبية التحقيق الاحتلالية الفلسطينيون يطالبون بمحاكمة دولية لمعذبي وقاتلي اسرانة محللون يتوقعون انتفاضة ثالثة قريبة واخرون يؤكدون حتميتها وان تأخرت الاتهامات المتبادلة تضع المصالحة من جديد في الثلاجة سماد عضوي من انتاج فلسطيني بنصف تكلفة الاسرائيلية اذا نذهب مباشرة الى تقريرنا الاول بدم بارد عذب الشاب عرفات جرادات حد الموت في حلقة جديدة ضمن سلسلة التعذيب في اقبية التحقيق ما كشف وعرى تلك الاساليب القديمة الجديدة التي تستخدم لانتزاع الاعترافات من المعتقلين استشهاد الشاب عرفات جرادات هو احدى حلقات الاجرام في سلسلة طويلة من عمليات التعذيب الممنهجة التي استخدمتها اجهزة الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين لانتزاع الاعترافات منهم وقد وثق عدد من المحررين الفلسطينيين الوسائل القديمة الجديدة التي جعلت حياة المناضل في التحقيق على حفة الموت وفي احدث دراسة ستصدر قريبا عن وزارة الثقافة وثق خالد الزبد استنادا الى تجربته الاساليب الوحشية التي استخدمت معه في العام 68 في سرفند ومنها تعليق الجسد من القدمين لمضع ساعات ثم الصعقات الكهربائية والتجويع والشبحة وحرمان المعتقل من النوم لأيام وغيرها من الاساليب التي ادت الى استشهاد عدد من المعتقلين وتشويه كثيرين منهم لقد خالف الاحتلال منذ اليوم الاول كل الاتفاقات الدولية والانسانية المتعلقة بأسر الحرب بل ان هذا الاحتلال داس بالاقدام اتفاقية جينيف الرابعة بهذا الخصوص لكن الاحتلال الذي منفك يعذب بوحشية لا يدرك ان ما كان يفعله في السنوات الماضية في الخفاء لا يستطيع ان يخفيه اليوم لان الفلسطينيين باتوا قادرين على اسماء الصوت الى العالم وبشكل سريع في ظل انفتاح الفضاء وثورة التكنولوجيا حيث ان خبر استشهاد جرادات تناقلته كل وسائل الاعلام في العالم وان الاحتلال بدى مربكا ضعيفا غير قادر على تسويق روايته الكاذبة ان المطلوب من المستويين السياسي والحقوقي الفلسطينيين حمل قضية المعتقلين الى المؤسسات الدولية لفرض حماية قانونية واخلاقية لهم لكي لا يظل فريسة سهلة لاحتلال يحتجزهم رهائن مرحلة وفي هذا الاطار يمكن الاستفادة من الوضع القانوني الجديد لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها في الجمعية العامة للامم المتحدة على اعتبار ان المعتقلين الفلسطينيين وثق المعاهدات الدولية هم اسرى حرب تنطبق عليهم كل نصوص وبنود الاتثاقات الدولية بهذا الخصوص نرحب في الاستوديو بالكاتب والمحل السياسي الدكتور باسم الزبيدي اهلا وسهلا بك دكتور باسم يعني كيف يمكن للفلسطينيين ان يحموا اسرهم قانونيا بخاصة بعد كبول عضوية فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة برأيي يعني الدفاع عن القضية الاسرى ومؤازرة اضرابهم ونضالهم المشروع بحاجة لان يأتي في سياك متصاعد يبدأ ربما بالشارع عبر التأييد وعبر المؤازرة وعبر التضامن باشكال مختلفة ويرتقي ويصعد ربما ليصل الى ان تبادر القيادة الفلسطينية لاستخدام ما هو متاح من ادوات دولية وخاصة بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتالي هي كيان له الشخصية الاعتبارية القانونية القادرة على احراج على الاقل اسرائيل في هذه المنابر فيمكن ملاحقة اسرائيل يمكن على الاقل التلويح بذلك وممكن لاحقا المضي كدما من الناحية الفعلية بالتالي هناك مساحة واسعة صحيح لكي يتم التعاطي مع قضية الاسراء بشكل مبدع بشكل حقيقي ليس بشكل استعراضي موسمي يعني هم باستمرار معتقلين لكن التضامن معهم هو موسمي وهذا نوع من الحيرة المحزنة بالحالة الفلسطينية يعني لا ينبغي ان يتم النظر الى سقوط شهيد في المعتقل لكي تحدث هذه الهبة الاحتلال قائم الاعتقالات قائمة تحدث وتخبو بعد أيام نعم يعني أنا برأي العبرة هي كيف يمكن البناء على هذا الجهد بشكل متراكم يقود الى نتائج نوعية وهذا اصبح الان متاح يعني القرن الاربعة بهذا الكون اصبحت قادرة على ان تصغي لأي عذابات اينما كانت وبالتالي الكرة في منعبنا يعني نستخدم الفيسبوك والآيفون والكمبيوتر بأفضع الصور ويقال اننا في فلسطين ربما من اكثر الناس في العالم العربي استخداما نحن في لبنان والخليج يعني على درجة عالية من الاستيعاب لهذه التكنية فلماذا لا تستخدم في سياق الخصوصية الفلسطينية وهي النظار بدأت تستخدم لكن المطلوب توسيع الامر نعم نعم يعني هذا طبعا مجال لكن المجالات الحقيقية بالتالي الفيسبوك وهذه عبارة عن ادوات لكن من ناحية فعلية هناك فعل ورؤية ومستلد سياسي يجب ان يصاحب كل هذا الفعل ما الذي نريده كفلسطينيه ما هي الادوات وما هو موقع قضية الاعتقالات وقضية السجناء من هذا الامر يعني هو عبارة عن نظام مركب ينبغي ان ينظر لقضية المناظرين الفلسطينيين بسجون في النطاق نعم نبقى في الموضوع ذاته عشرات الاف الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد عرفات جرادات في ظل مطالبات من قبل مؤسسات حقوقية فلسطينية بمحاكمة معذبي وقاتلي اسران على وقع الهتفات والشعارات المنددة بالجريمة الاحتلالية والمطالبة بالانتقام وتصعيد المقاومة شيع الالاف جثمان الاسير الشهيد عرفات جرادات هنا في بلدة سعير مصقط رأس الشهيد استعرت الجماهير المشيعة بالغضب الحالة عبرت عنها اصوات الرصاصات التي اطلقها ملثمون والدعوات لوحدة وطنية تؤسس لحراك شعبي واسع الرد الفلسطيني انتفاضة شعبية الرد الفلسطيني هذه المقاومة الشعبية يجب ان تنتشر وتتعزز وترتفع وتصبح انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال اسرائيل لا تفهم الا لغة القوة ولم تترك لنا مجالا لشيء غضب ثوري عارم اليوم واقول انتنياهو لن تشتري انتنياهو ذمة شعب باموال الضرائب خبر استشهاد جرادات بعد ايام من اعتقاله على يد جيش الاحتلال كان صاعقا لذويه الذين اعتبروا الامر مخططا مسبقا فيما تقول وزارة شؤون الاسرى والمحررين انها تتحرك لمحاسبة اسرائيل على المستوى الدولي كل يوم تتصاعد هذه الفعاليات امام حالة الاستهتار الاسرائيلي امام حالة اللامبالال اسرائيلية واسترائيل هي المسؤولة عن كل هذا التوتر عن كل هذا الوضع التوتر الذي خلفته الجريمة الاسرائيلية بقتل لاسير الشهيد عرفات جرادات ربما تثير غضبا يمتد الى مدن الضفة الغربية كافة تمهد طريق الانتفاضة ثالثة اصبحت اماراتها واضحة من بلدة سعير ايسر البرغوثي تلفزير الوطن يعني دكتور باسم كما قدتها بعنا في التقرير وزير الاسرى الاخر يسكراه يقول هناك تحرك لمحاسبة اسرائيل على المستوى الدولي هل يوجد يعني آليات لذلك نعم هناك آليات برأيي السؤال ليس حول الآليات أو حول سلامة مثل هذا النهج وإنما أنا بتقديري هو درجة الاستعداد الحقيقية لدى الجانب الفلسطيني وهنا أقصد الكيادة الفلسطينية لأن تذهب حتى آخر المشوار باستخدام مثل هذه السبل هذا يعني معركة مع الجانب الاسرائيلي السؤال هل نحن كقيادة فلسطينية معركة قانونية وسياسية نعم يعني على استعداد يعني هل نحن جاهزون لهذا الموضوع كفلسطيني بشكل عام وكقيادة لأنه يعني سيترتب على ذلك ردود فعل ربما بمنتهى القسوة من الجانب الآخر وعندما أقول جانب الآخر أقصد طبعا إسرائيل ولكن بولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية التي يمكن أن تهدد بسياسات حصارية من الناحية المالية الاقتصادية السياسية الدبلوماسية وبالواقع الفلسطيني المترد اقتصاديا نعتقد أن القيادة تتريث كثيرا لينتغوص في مثل هذا الاتجاه الذي يمكن أن تترتب عليه نتائج ربما إحراج إسرائيل جزئيا ولكن سيأتي مع ذلك الكثير من الضغوطات المادية على الفلسطينيين التي يمكن أن تجعل حسبة هذا الأمر أكثر تعقيدا من الحسبة العاطفية بأن هناك احتلال وهناك سيطان وهناك بشاعة نوعية من جانب الاحتلال وبالتالي يجب أن يقابلها بس هذه إشكالية دكتور برأيي هي إشكالية يعني إشكالية من النوع القاسي جدا أمام تدمير ممنهج لكل البنى الفلسطينية وسياسة التقتيل والتجوير هذه الحسابات ربما تصبح مش جوهرية حسابة السلطة نعم أعتقد السلطة عملت منذ ما يكترب من عقد من الآن أو أقل شوي ما يمكن تسميته في البنية التحتية للدولة القادمة من مؤسسات وأنظمة وإلى آخر بالتالي لا أعتقد أن بوارد السلطة المقامرة بهذه الإنجازات عبر إعلان معركة شاملة مع الجانب الإسرائيلي سواء بلنا نسميها انتفاضة أو مجابهة أو ما شابها بالتالي السلطة تلعب في منطقة رمادية في منطقة وسطة هي تمسك العصى من الوسط هي من ناحية تريد أن تستجيب لربض الشارع الغاضب الغاضب ليس فقط صحيح من الجانب الإسرائيلي هل تستطيع أن تلعب في المنطقة الرمادية إلى ما لا نهاية السؤال؟ أعتقد نعم أعتقد الآن لأسباب كثيرة أعتقد ستلجأ الكيادة إلى هذه المنطقة الرمادية أولا مسألة إعطاء الدول الأخضر أو السماح للأمور لأن تتدحرج نحو اشتباك حقيقي مع الجانب الإسرائيلي طبعا شعبي وسلمي بلغة الانتفاضة أمر صعب حتى هذه اللحظة لأن هناك حالة انكسام مرعبة هذا الانكسام سنبطل نحكي عنه بالمعنى العادي سنحكي عنه بالمعنى العملي على الأرض أنه سيكون هناك نوع من الصدام ما بين رؤيتين وبرنامجين ونهجين وبرنامجين لإدارة شؤون الانتفاضة وهذه كارثة يعني عدم حدوث الانتفاضة بهيك وضع أفضل بكثير من أن يظهر بكرة بيانين ومصرحين وعمليتين ونهجين ولونين إلى آخره هذا جانب الجانب الآخر زي ما كان في نهاية الانتفاضة الأولى بالظبط الجانب الآخر أعتقد إذا بدنا ندرس بعمق حالة الجمهور الجمهور بالفترة الأخيرة نحى منحى يتسم بدرجة من الاستقرار وأصبح حرص الجمهور أكثر بكثير على عناءاته أو عنائه في يومياته الاقتصادية والمعيشية وربما سيارته اللامعة والجديدة أكثر بكثير من أي قضايا أخرى بس مش كل ناس سيارة لامعة طبعا يعني بس مثلا في عنا بحدود المية واثنين واثنين وخمسين موظف بالخدمة المدنية موظفين السلطة بحدود سبعين في المية منهم ملتزمين إما بقرد أو قردين طبعا القرد لا سيارة أو بيت نعم إما سيارة أو بيت بالتالي هذا يمتك يؤشر بشكل ملفت أن تحكي عن سبعين في المية من مية واثنين وخمسين ألف شخص بالتالي مئة ألف عائلة فلسطينية مئة ألف أسرة همها الدائم هي كيف يمكن أن يتم تسديد هذا القرد بالتالي هذا لا يعني أنه لا يوجد هموم أخرى لكن في هناك أولويات وفي نهاية المطابع أعتقد أن الجمهور الفلسطيني حتى هذه اللحظة في ظل الإنكسام وفي ظل حرص السلطة على عدم تدمير ما تم بناءه مؤسساتيا أعتقد هناك نوع من الإحساس بأن الانتفاضة إذا ما تمت في هذه الحالة لن تكون إيجابياتها أكثر من سلبية يعني هذا دكتور باسم الموضوع سنتطرك له بالتحليل في تقارير أخرى سنعرضها تباعا لكن الآن تذكير بالعناوين المتبقية محللون يتوقعون انتفاضة ثالثة قريبة وآخرون يؤكدون حتميتها وإن تأخرت الاتهامات المتبادلة تضع المصالحة من جديد في الثلاجة سماد عضوي من إنتاج فلسطيني بنصف تكلفة الإسرائيلية الانتفاضة الثالثة هل أصبحت وشيكة أم أن الظروف والاشتراطات لم تنضج بعد هذا السؤال خضع للتحليل والتمحيص في الأيام الأخيرة في ظل ترجيه عدد من المحللين الفلسطينيين وكذلك محللين إسرائيليين تفجر انتفاضة جديد المسيرات اليومية التي أشعلت الضفة الغربية نصرة للأسر المضربين عن الطعام في شتى أنحاء الضفة الغربية وفشل المفاوضات بعد أكثر من عشرين عاما إضافة لتوسع الاستيطاني ومحاصرة السلطة الفلسطينية بعد مصادرة أموالها وبداية غرقها في مستنقع الأزمة الاقتصادية نهيك عن معاناة المواطن اليومية كلها موشرات لانفجار ميداني وشيك في الضفة برأي المراقبين وكأن المنطقة تنتظر الشرارة إذا استشهد أحد الشباب المضربين سوف تنفجر الأمور بشكل لا يمكن ضبطها لا من قبل السلطة ولا من قبل الاحتلال وهذه بيئة مناسبة للانتفاضة الثالثة وهي تحتاج إلى الشرارة ويبدو أن إضراب الأسرى سيكون الشرارة التي ستفجر المنطقة التصعيد الوشيك تلمسه قادة الاحتلال حيث راح البعض إلى التحذير من اندلاع موجة عنف عارمة إذا لم تسهم زيارة الرئيس الأمريكي باراكوباما المرتقبة إلى المنطقة في بلورة عملية سياسية تعيد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان لا يمكن أن نتوقع من هذه الزيارة أن تنجح إلا إذا كان الرئيس الأمريكي قد جاء هذه المرة وفي جعبة حقيقة ضغط على حكومة إسرائيل لتقبل بالمبادئ الأساسية التي سيقوم عليها الحوار وأمام هذا المشهد فقد سربت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يتدرب حاليا على طرق مواجهة الانتفاضة الثالثة نزر حبش من مدينة رام الله تلفزيون وطن دكتور باسم هل نحن أمام مقدمات انتفاضة ثالثة أم أن ما يجري هو مجرد هبات لها علاقة بأحداث وتطورات يومية يعني سأجيب بلغتين أو بمستويين الأول يعني بديه تماما وجود احتلال من حيث المبدأ يعني أن المسوغ الأخلاقي والنفسي قائم للثورة والانتفاضة هذا من الناحية المبدأية يعني الاحتلال كمسبب نعم لوجود الاحتلال لا يمكن أن يترتب عليه لا ازدهار ولا سلم ولا استقرار بل يترتب عليه مقاومة فلنسمي هذه المقاومة ما نريد انتفاضة فليكن لكن لكي تكون هذا الانتفاضة أو هذا الفعل قادر على تحقيق أهدافه ومنظم وهادف وغير عدمي ينبغي أن تتوافر مجموع الاشتراطات بحاجة إلى مقاومات ومن أهم هذه المقاومات جاهزية أطراف مهمة جدا بالفعل السياسي فلسطينيا أولا القيادة ثانيا الجمهور ثالثا الأحزاب السياسية الفلسطينية وأركز كثيرا على الجانب الثالث الأحزاب والكوى السياسية إن لم تكن قادرة وحتى الآن غير قادرة على أن تأتي وتشير بوصلتها إلى برنامج محدد وفعل كفاحي نضالي مرتبط بتصور سياسي سليم بعيد عن الفصائلية والحصص والانكسام بدون مثل هذه الشروط المسبقة أعتقد أن الفعل الشعبي سيتلتب عليه الكثير من التوهان والتبدد وربما سيتبخر من سيترجم هذا الفعل إلى لغة سياسية الأحزاب السياسية وعند إذن هذا يسوق على أنه قرار القيادة الفلسطينية أنا بتقديري في خلل كبير جدا في كل هذه الأطراف خلل لا أقصد بالمعنى السلبي بمعنى أنا لدي قناعة راسخة بأن القيادة الفلسطينية ما زال تأويلها وما زال اهتمامها ورهانها الباطني على المفاوضات وبالتالي إذا ما حدث شيء على الأرض فستنظر إلى أنه ربما عامل ضغط ليسرع الوصول إلى تلك الطاولة المستديرة للتفاوض ووحد من هذه الأمور التي يعقد عليها أمال مجيء أوباما لكن بتقديري هذا لن يختلف عن الزيارات السابقة أنا بقول أنا لا أحمل حلولا أنا جاي أسمع نعم هيك تصريحات المعلنة يعني هو رئيس جديد الآن يبحث عن قضية داخلية بالتحديد لكي يخلد اسمه في سجل المجد الأمريكي كما يفعل أي رئيس أمريكي يعني عيب على أي رئيس أنه يطلع عمليا من الإدارة بدون ما يترك اسم خالد في التاريخ طبعا هذا الخلود وهذا المجد لا يمكن أن يتم بالشرق الأوسط هذا بده يتم على قضية بيئية على قضية حقوقية على قضية اجتماعية على الهيلث كير على ما شابه بالتالي هو جاء متفرج نوع يعني هي زيارة اعتذارية زيارة شكلية بمعنى أن هذا مكان ساخن ولا أريد أن تحسب على الولايات المتحدة أننا أحملناه أنا هينجيت يعني فيها استعراض نعم استعراض يعني الكوبة الجميلة والكلام المعسول الكلام المعسول برضو مطلوب وهذا طبعا مطلوب لتعميق مأزك المراهنين على دور الولايات المتحدة الإيجابية هناك دور يعني هذا الصمت أو هذا العزوف أو هذا الابتعاد ترك المسافة عن الانغماس الفعلي بتفاصيل الموضوع هو بحد لا تتدخل يعني عدم التدخل هو صيغ التدخل له تدخل بكوة نعم هو يتيح المجال للجانب الإسرائيلي بكل بساطة لأن يتمادى ويفعل ما يريد لأنه يترجم برامج وبسهولة لكن في غلاف أننا جئنا وارتمعنا مع رئيس عباس ومع فياض ربما ومع غيره وبالتالي إحنا مش مقاطعين للجانب الفلسطيني وأول على آخر طبعا هذا الحكرة هي الحكاة أنه لابد للأطراف المتصارعة تعود إلى طاولة المفاوضات نعم نعم طبعا عندئذ ستكون الشروط القوي هي التي تسيطر بالتالي لا أول على الإطلاق بأي شكل من أشكال على أي نتائج إزابية لهذه الزيارة نعم إذن اسمح لنا بالانتقال إلى تقرير آخر المصالحة من أزمة إلى أخرى ويبدو أن الشرائح المستفيدة من الانكسام ما زالت قادرة على وضع مزيد من العصي في دوالب عجلتها ما شهدته أروقة منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا من مشادة كلامية بين رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ورئيس وفدي حركة فتح للحوار عزام الأحمد ألقى بظلاله على ملف المصالحة لا سيما بعد دعوات علنية لحركة حماس بتأجيل لقاءات القاهرة كل ما سمعته في الجرائد اليوم هو حديث عن طلب من حماس بتأجيل المحوضات وأرجو أن لا يكون صحيحا أو إن كان صحيحا أن تتراجع حماس عن ذلك ليس من حق حماس أن تطلب منا شيئا ولم يكن من حق إسرائيل أن تطلب منا شيئا يتعلق بوفدنا المفاوضة هذا أمر غير لائب يعني ولا يجوز ليس نحن نقول لحماس والله يجيب اليوم إسماعيل هنية لا أشيلي حطي لنا اليوم محمود الزهار ليس معقول يعني لكن البعض يرى بما حدث مؤخرا يتجاوز حدود التبادل الكلامي والتصريحات فالممارسات على أرض الواقع هي السبب الحقيقي لعدم سير عجلة المصالحة إلى الأمام الذي يؤثر على المصالحة وعلى أجواء المصالحة هي الممارسة على الأرض للأسف حتى الآن وخلال الشهر الأخير شهدنا هجمة شرسة غير مسبوكة من قبل أمن السلطة ضد أبناء وقيادات حركة حماس في الضفة الغربية هذا الواقع هو الذي له الفعل الأكبر والأثر الأكبر على موضوع المصالحة وسيضع عقبات كبيرة وعراقيل كبيرة أمام إتمام المصالحة وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات من كل طرف يبدو أن مسلسل المصالحة لا يزال يبحث عن نهاية له فهل ستكون نهاية كما يتمناها الكثير من الفلسطينيين أم كما يتمناها الاحتلال ومن يقف خلفه إذن الكثير من المعطيات تشير إلى صعوبة إتمام ملف المصالحة في الوقت الراهن وهو أمر برأي الكثيرين سينعكس سلبا على الفلسطينيين وقضيتهم في ظل المتغيرات المتسارعة من مدينة رامالله فارس المالكي تلفزيون وطن دكتور باسم كل الأطراف تتحدث عن المصالحة وأهمية هذه المصالحة لكن في تقديرك ما الذي يمنع تحقيق هذه المصالحة حتى الآن أسباب كثيرة أهمها أن الطرفين المتصارعين الطرفين المتنافسين الطرفين اللي أحدثوا الانكسام حتى هذه اللحظة هما ليس على درجة كافية من الصدق مع الذات لكل منهما فيما يتعلق في الاعتراف بالآخر الآخر بالنسبة لكل منهما هو شيطان التحالف معه ربما والتعاطي معه ربما يأتي من باب الضرورة ولكن هو أمر سيء هناك مشروعين هناك تصورين وكانه كل طرف يعني بات مجبر على هذا وهذا يعني بطلنا نحكي عن أفكار وعن توجهات نحكي عن كل طرف بيده كطعة من الوطن ويدير شؤونها وبالتالي يمتلك الآن وفيه بنيتين واختلفتين نعم يمتلك الآن كيانين يعني كل حدا بيدرب بسيف كيانه وبالتالي بتصير السؤال يعني مين يتنازل لمين بمعنى أي كيان يجب أن يلغي الكيان الآخر هل إمارة غزة أو كيان غزة أو دولة غزة ينبغي أن تحل محل سلطة رام الله أم العكس أو تذوب في ونرى الصحيف في مؤشرات وحتى تصريحات تم ترحى بشكل علني وبدون خجل أن غزة مثلا تمتلك وصفة رائعة جدا وكافية وعظيمة لحل الاقتصاد الفلسطيني بالضفة ربما الضفة لديها ما يمكن أيضا أن يكون ذات قيمة في حال غزة بالتالي السؤال يعني هنا صار التعاطي مع قضية الوطن من منظار مصلحة كل طرف في الإبقاء على حالة الانقسام الراهنة والسعي لتحقيق المشروع الوطني من منظار ذلك الانقسام حماس تريد كيان دولة إسلامية قريبة إلى حد كبير ما هو الآن شائع في العالم العربي يعني عضويا هي جزء من هذه الحركة وسلطة الضفة الغربية هي كيان يريد أن يبقى على قواعد لبرالية اقتصادية على علاقة معقولة مع الجانب الإسرائيلي كيان مسالم كيان يمثل تجسيد لما يريد البنك الدولي يعني حياتنا الاجتماعية والاقتصادية هي تماما في نطاق وصفة البنك الدولي إذن في أن رؤيته المختلفة نعم في فلسفة المتعارضة يعني نخادع أنفسنا إذا ما فكرنا أننا بالقبل وأننا باللقاءات وأننا بالتصريحات وأننا بالتمنيات سننهي هذا الانكسام لن ينهى هذا الانكسام إلا بحالة أن يتم هناك تغير عميق وحقيقي في داخل البنية النفسية والفكرية يعني مصالحة مش فوقية نعم داخل القيادتين لكل منهما أن يتسع صدرها للآخر وأن يقال عنه أنه مختلف عني بدلا من القول أنني أفضل منه إذا هذا ما نحلك أعتقد المصالحة لن تتم إذن الأمور صعبة في هذا الحال أنا شخصيا سأفاجأ جدا إن حدثت المصالحة بدون أن يحدث تغير عميق في طبيعة وفهم وقيادات الطرفين المتصارعين بظل الطرفين المتصارعين والتي أصبحت بالمناسبة الكيانين أصبح بتسلك في جواهم منظومات من المصالح الفرعية والشرائح التي تسود التي ترى مستقبلها وحاضرها وترى إمتيازاتها في نطاق الإنكسام بالتالي من هو الذي يريد أن يطلق الرصاص على قدميه قبل السباق؟ واحدا وبالتالي هم عمليا في صراع حميم لتعزيز مقولة لدى كل منهم أنني أمثل الخطاب الأفضل أمثل الخير الأفضل أمثل المصدحة الوطنية عندما أمثل المصدحة الوطنية تلقائيا الطرف الآخر يمثل المصدحة والتوجه اللاوطني بالتالي هذا الصراع وهذه الفجوة أتمنى أن نصل إلى حالة شبيهة بإسرائيل عندما يجلس على الطاولة أربع خمس اتجاهات بمختلف التناقضات معرفية بين الاشتراكي والديني والعلماني والملحد ويتعاطون مع الأمر من زاوية ما هو المناسب والمهم لدولة إسرائيل أتمنى أن نصل إلى هذا الحد لكي نكون ما الذي يريد الجمهور الفلسطيني ونعمل على أساسه وأن نخرج عن تقديس نصوص النص والخطاب الذي وصلنا إلىه في المعسكرين في الطرفين سواء في غزة أو في الضفة نعم نعم أشكرك دكتور باسم على ما قدمت من تحليل أما الآن فنذكر بالعنوان الأخير سماد عضوي من إنتاج فلسطيني بنصف تكلفة الإسرائيلية وتقريرنا الأخير يبرهن من جديد أن الحاجة هي أم الاختراع حيث دفعت الحاجة إلى أنتاج فلسطيني يوفر حاجة المزارعين من السماد بتكلفة أقل بالنصف من ذلك السماد الإسرائيلي المستورة طبقات من المخلفات الزراعية والحيوانية العضوية هي مشروع هؤلاء المزارعين لمواجهة إجراءات الاحتلال وتغلب على أخطار الأزمدة الكيميائية من خلال إعادة تصنيع بقايا المخلفات وإنتاج سماد طبيعي بقايا الحيوانات عندنا موجودة بقايا النباتات عندنا موجودة يعني كل شيء عندنا متوفر فتولدت عندنا الفكرة أنه بدل ما هذه البقايا تروح يعني بدون مقابل وروح نشروع إحنا القنبز في المال لا نروح نلم هذه البقايا ونولد عندنا وحدة القنبز ويصير يعني إلنا الفكرة تولدت لدى أعضاء جماعية الأرض الزراعية في بلدة الجفتليك بعد رفع دولة الاحتلال لأسعار السماد العضوي على المزارعين هي الفكرة من عنا وكان ودنا حدا يساعدنا فيها حتى نبلور المشروع على أرض الواقع فجاءت مؤسسة جاكب تعاومة وزارة الزراعة واشتغلنا نحن ويوها مع الفكرة المتر المكعب من الجانب آخر من نشتريه 120 شيكل عملية إنتاج السماد وما يطلق عليه المزارعون الكومبست تتم بعد جمع كميات كبيرة من المخلفات وتخميرها لفترة تزيد على ستة شهور تخضع خلالها لعمليات إعادة التصنيع جمع هذه المخلفات وتصنيعها بطريقة معينة وصنع الكومبست معناها إحنا وقفنا استيراد الكومبست من إسرائيل هذه النقطة النقطة الثانية هي تقليل تكاليف الإنتاج وتكاليف الإنتاج تعني زيادة ربحية المزارعين ويمثل السماد العضوي حاجة ضرورية لتحضير الأرض الزراعية لاستقبال محاصيل جديدة في ظل الإجراءات التعصفية التي يفرضها الأحتلال على المزارع الفلسطينية يحاول مزارع الجفتلك التغلب على سياسة الأحتلال بإنتاج السماد الطبيعي العضوي لزيادة إنتاجيتهم من قرية الجفتلك في الأغوار الشمالية حمز السليمي تلفزيون وطن عود للتذكير بالعنوين التي وردت في هذه الحلقة الشاب عرفات جردات يلتحق بكوكبة شهداء التعذيب في أقبية التحقيق الاحتلالية الفلسطينيون يطالبون بمحاكمة دولية لمعذبي وقاتلي أسرانة محللون يتوقعون انتفاضة ثالثة قريبة وآخرون يؤكدون حتميتها وإن تأخرت الاتهامات المتبادلة تضع المصالحة من جديد في الثلاجة سماد عضوي من إنتاج فلسطيني بنصف تكلفة الإسرائيلية نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر